عدد المتعاقدين الأفغان العاملين مع القوات المسلحة الأمريكية يبلغ أكثر من عشرة ألاف وخمسمائة عنصر مصيرهم ما زال رهنا لآلية تسريع برنامج منحهم تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة كلاجئين وزير الدفاع لويد أوستن يشاطر رئيس جو بايدن والأجهزة الأمنية قلقهم بضرورة التعجيل بمنح الأفغان الذين عملوا معنا تأشيرات للدخول إلى الأراضي الأمريكية ووفق مصادر في البنتاجون فأن الكونغرس ودوائر الحكومة الأمريكية تريد مرافقة هؤلاء المتعاقدين للقوات الأمريكية أثناء انسحابها من أفغانستان وذلك قبل 11 سبتمبر المقبل سيسبب قرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان قبل سبتمبر تحديات أمنية لأصدقائنا ولكل من عمل معنا والنقاش الجاري حاليا يركز على سبل حمايتهم بعد خروجنا واعترفت إدارة بايدن بالمخاطر التي يواجهها المتعاقدون الأفغان مع عائلاتهم بعد الانسحاب الأمريكي ووفق تقارير استخباراتية وتحذيرات وجهتها وكالة الاستخبارات المركزية فأن عناصر حركة طالبان قد يتعقبونهم بعد الانسحاب ويستهدفونهم أمنيا تجارب الولايات المتحدة في حماية الذين عملوا معها في حروب فيتنام والعراق وأفغانستان تتشابه كلها الدوائر السياسية والأمنية هنا في واشنطن تريد حمايتهم لكن إجراءات منحهم اللجوء تسير عادة ببطء بينما الأخطار المحدقة بهم تداهمهم أحيانا بسرعة جو تابت سكاي نيوز عربية واشنطن